ثم هناك حديث ولي العهد السعودي وإلحاحه على مسألة القيم الواضحة في رؤيته ورؤية المملكة العربية السعودية وضرورة مراعاة الاختلاف وأيضا الحرب على التطرف في كلمة السيسي لها الرئيس السيسي لها دلالات كبيرة كيف نفهمها مع هذا التعنت مع هذا التشدق مع هذا الاندفاع الأمريكي في قصة فرض القيم وأين نستطيع أن نفرز الحدود المشتركة بين الإنسان والاختلافات بين الثقافات القصة كبيرة يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تواجه مشاكل في قصة مثلا الإجهاض في قصة المثليين هناك أصوات أمريكية الآن ترفض هذه المسألة أعطني قراءتك وأنت رجل تتسم بالعقلانية دائما يعني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني عليها أن تستوعب درس ما يسمى بالربيع العربي لأننا نذكر جيدا في أيام ما يسمى بالربيع العربي أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يعني أراد أن يفرض طيارا بعينه في عواصم هذه المنطقة وكان يعني يفرضه علنا وليس سرا وإنما ولذلك يعني على مدى عشر سنوات تبين أنه كان يراهن على سراب وتبين أنه كان يراهن على طيار غير قادر على أن يحكم وتبين أنه كان يراهن على ما لا يجب أن يراهن عليه هذه مسألة يعني الحيئة يجب أنه يعني يستحضرها الرئيس الأمريكي وإدارته وهم يراجعون دروس قمة جدة لأنه وهنا يعني أعود إلى خطاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تحدث عن أنه لا بديل عن التعاون بين المنطقة العربية وبين الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا التعاون حسب ما جاء في كلمته لابد أن يكون تحت مظلة مصاق الأمم المتحدة ومبادئه هذا المصاق بمبادئه يدعو إلى احترام قيم الدول ويدعو إلى احترام استقلال الدول ويدعو إلى احترام سيادة الدول هذه الفقرة في خطاب سمو ولي العهد في الأثناء القمة لابد أن تكون حاضرة في ذهن صانع القرار الأمريكي هو يتعامل مع هذه المنطقة في مستقبل الأيام وأن لا يحاول فرض ما لا يجب فرضه على المنطقة لأن ما حاوله في الماضي فشل في أثناء ما يسمى بالربيع العربي والحكمة تقول أنك لا يمكن أن تكرر شيء نفسه ثم تحصل على نفس النتيجة لا يمكن إذا كنت تجربت المسألة في أثناء ما يسمى بالربيع العربي وحاولت كصانع قرار أمريكي أن تفرض على المنطقة شيئا من خارجها وشيئا لا يتسك معها ولا مع طبيعتها ولا مع طبيعة شعوبها فلا يجب أن تعود في 2022 وما بعد 2022 وتتكلم عن قيم لا يمكن أن يكون لها مكان في هذه المنطقة هذه منطقة عربية هذه منطقة إسلامية هذه منطقة لها طبيعة خاصة لا يمكن أن تتقبل قيما ربما بدت طبيعية في مجتمعاتها الغربية هذه المسألة أعتقد أننا علينا أن نركز عليها طويلا وكثيرا وأن نلفت إليها انتباه صانع القرار الأمريكي